بطل تتحرك مساء الخير انا ممكن لابان رجل صاخط وغاضب دائما بس دي حقيقتي يعني في حاجات انا بببق منها وفي حاجات بتعصبني قوي وفي حاجات انا بكرها وفي حاجات باستغربها بكرها ايه؟ بكرها الفلفل اللي سود على الجبنة الرومي الفلفل اللي سود على اللانشون الحبهان في ايه ابن مرة مكناكة الحبهان ده حاجة نكسة يعني والكور اللي بعملها المنتخب بالعرض دي مش بالعرض دي بتبقى من وراء القدام عارفها دي؟ لما يكون متعادل او خسران اللي هي ملهاش الصديق دي اللي هو بيعتمد لمحمد صلاح اللي هو طول 4 سنتي الحاجات دي كلها بتعصبني الحبهان انا بكرها بكرها الحبهان زي ايه؟ زي الشخص اللي هنتكلم عنه النهاردة نركن الشخص ده شو على جنب ونخش في الموضوع عمرك عديت جنب قهوة وشفت اتنين بيتخانقوا مع بعض عشان ده بيشجع ليه المدريد وده بيشجع برشلونا او ده بيشجع مانشستر سيدي وده بيشجع تشيلسي شفت الماشاة ده وبيقوم يدراوه بعض الاتنين دول بالنسبالي اللي هما جاكن جونز دول اخبه اتنين شفتهم في حياتي يعني انت يا ابن العص بتتخانق مع واحد صاحبك المتعصب على حاجة انت بعيد عنها خالص انا افهم تعصبك للاهلي انا راجل متعصب للاهلي افهم تعصبك للزمالي افهم تعصبك للتحاد السكندري للمصري لفاركو لو انت بتحب اللاكسولاك لبيراميز لو انت بتحب الريالات افهم لو انت منتمل اي حاجة هيرجعلك منها اي شيء وبس مش راجل انت قم تضرب واحد صاحبك عشان دي بروين يعني ده مش منطق ومن هنا بقى ما عدت سيرش على الحاجات دي فهمت ان الناس بتتلكك عشان تنتمل اي حاجة واكتشفت نوع من البشر غريب جدا دول اللي ينتموا للانيمي انا عدت فاكر فاكر ان الانيمي دي افلام سيكس مش عالف ليه انا كنت مسحول ان الانيمي دي افلام سيكس لغاية لما فهمت وقريت وشفت افلام سيكس تانية خلص مناش علاقة بالانيمي مهديت كده وفكرت اكتشفت ان في ناس عايشين معانا مصريين او عرب بينتموا لفئة الانيمي وبيسموا نفسهم اسامي من تمتكة وبينتموا لفصيلة يعني ايه دا انا انت انت تيازو مناكيشو خالص انت نياكو مزقونو وكل واحد بقى انا نياكو مزقونو دا تيازو مناكيشو احنا مدايين من بعض لان هو شعر ازرق وانا شعر اخدر مثلا وحاجة بنتمتكة اكتنك بتحلم وانت واكل مثلا كوارع وبعدين يقعدوا بيتكلموا بحيطانية غريبة وطلعوا اسواب بنتمتكة اي 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 ازا الانسر ماشين كده حاجة بنتمتكة عجيبة انا بقى واقف جوه والناس دي ملاء الناس دي كويسة وبعدين مشكاتة الانترنت ان هو بقى بيعرضلك الناس دي يعني زمان انت كنت تسمع ان في واحد عبيد كده مثلا في الزاوية دلوقتي انت بتشوفه دلوقتي بقى فيه كومي كونز في مصر مثلا اي ان كان دا ايه يعني فيه تجمع بيجيوا بقى كل اعلى العبيدة دي تجمع بتاع الانميز اه انت تنتمي للنكاشو متائيزو وانت مع هنا زميلك الراجل دا تيوتا يا ريس دا اينا حاجات بقى كلها بنتمتكة غير مفهوم وشو خد من دا كتير بقى ناس بتانتمي للعربيات وعربيات عادية يعني اكد تفهم المتعصب لبي ام المتعصب لمرسيدس المتعصب للرانجلر العربات ليها هوية لكن مثلا انا شايف ناس على التيك توك واحد معا التوسان واحد معا خمسمائة وتمانية بجو واحد معا فيا تيبو بيتخانوا وفيه جيش الفيا تيبو بقى بيطلع يرد فيه جيش التوسان بقى انت فهمت بيطلعوا بقى هيتخانقوا بقى كل واحد اللي يمسك له علبة بيئة اللي يمسك له سير مجموعة ويعودوا بقى يتناقشوا مع بعض ودولت حسون ترانسفورمرز يعني هو حياته كتير من العربية العربية هي اي صورة ليها على الانستجرام مفيش صورة بعيدة بمئة متر عن العربية جوه العربية في الشنطة على الكرسي اللي ورا على السقف خارجلك من كبوت طلعلك من ريدياتير هو شخصيته كلامة مطمحورة حاولينكو العربية اللي هو ركيبة ببقى بتاع 28 مسا ده نفسه حلو بقى التركز اوي مع الناس ايه الناس اللي يبت انتميه للجيم انا مش هتكلم كلام عادي يعني انت هتخش هتقولي الصباح الخير هقولك عدات كتير تدفناشا عداته ايه لبالك كلام عادي بقى وصباح النور وعمل ايه واخبارك ايه وعملت ايه النهاردة مفيش الانفورمة في المبخ الكلام كله بقى كده ايه جو هاردو جو هوم ايه نو بينو جيت مثلا مش جمل بني ادم بيتكلم بتشرطات من اول مهمة استاذ ماكس ماسلس ده بيبقى مستفز اوي انت تقعد معي بالذات انه هو في الاغلب ما بيبقاش فورمة او بيبقى بوادر فورمة ليه اول ما اقول يا فورمة دي الاختر الناس اللي بتنتمي لنصها التاني الناس دي بتعصبني اللي هو بيبقى حياته قايمة على نص التاني انت عاب تتكلم مع واحدة ايه دا انت تحب تلعب كرة اوه تبتعرف ان صاحبي محاسب ايه دا العلاق فهي بتتركك عشان تدخل صاحبها من المتكة دا في اي جملة مفيدة طيب اولا انا انا مش عايزك يعني انا مش مش منجزب ناحيديك بأشكل من اشجال عشان تهدديني بصاحبك ثانيا انا مش عايز اسمع عسيرة صاحبك سالسا بتفضلي قوي انكت عبارة او شاب مثلا ايه يا رجال ايه وتليقى بيفتح معك ايه هتعمل النهاردة هي نزيل القهوة جاي لها انا راح مع هانا كلاس بيلاتس يا هيا ايه يروح مطلع على سلسنة سلسنة هانا بيبقوا شخصيات عجيبة وبتستفزني وما بيصعبوش علي ان هو اه يعني هو بالنسبة له انا انا الشخص التاني دا وخلاص في حياتي مش وبنات تانية لا مفيش حاجة مش هلعب بلايستيشن انا هاعد مع هانا ولهو انا رزقت حبها بنات بلوك وهي تعمل الشاب بلوك ومشكلة بيرجاء وعملك اد طب ايه يا ابنت المتبطرية يعني هل هو انا كربان بتقدميني لك صاحبك مثلا يعني انا انا صاحب يبقى انضحي بكتهم الوضع برا يا ابني المتبطر طلع برا من حياتي طب انا عملتش حاجة والله ما عملت حاجة من رحم الازمة دي تلعي الشخصية اللي انا هتكلم عليها اشباه اندرو تيت وعافوا لو مامك تعملك اندرو تيت في البيت اللي هو اصلا مش احسن شخصية برا دلوقتي فيه شخص انا مش حابه بقول عليه اسم فهنسميه زكبي اللي هو استاذ زكي ده بيطلع يعمل ايه بص هو فاهم هو عقص بس عنده شوية ذكاة هو فاهم ان الناس بتلاكك عشان تنتمي لحد بتتلاكك عشان يبقى فيه مسأل اعلى فبيبدأ يشتغل الناس ان هو بني انا عارف لما تجيب قلوت قلوت شقيان قلوت موظف طعبان قلوت موظف مثلا في الجمارك كشير في المحمل اللي في الهرب قلوت لوبيا بني موظف محمل عارف قلوت اللوبيا ده اللي بينزل واخد حتة من قلبك بتجيبه قلوت ده وترسم له سيكس باكس وتلبسه تشيرت في فالنتينو وتديوله اكاونت انستجرام وتطلع وتلبسهن قدرة كبيرة فهو من جوه قلوت من بره بقى قلوت برضو اما ده قصة ان هو مش متحك على حد مفيش حد مقتنع باللي انت بتقوله غير شوية مهمشين اللي هم برضو بيقوله احنا نياكي تزقيز هو الحاجات دي فالشخص دي بتديه يقنعك ان هو بني اده انا ببصله كده انا عارفك يا لا انا عارفك وانت صغير انا عارفك وانت قاعد في الاخر كنبة في الراحلة بتغنى يا ابو يا مدلعني ومستنى حد يبص عليك انا عارفك بالتطول حنة ابن المت بتوع من الفشرم الشيخ وبترجع تقعد تقنع العلم عاقف الفصل ان ده تتوب جد وتقعد تستحمش بالشهور وتجلك وريحتك تبقى اصنان عشان تثبت ان ده تتوب جد بقصصك الفيك مع البنات اللي تقول دي مغرمه بيا ودي هتموت عليها وانت اصلا ايدك مش طيقات مش عارف حتى تضرب عبرة ايدك بتجري منك كل ما تيجي تقربها من بك يا قزم يا عبس يا ابن المتكة انت مش مثل اعلى انت معاكش الفلوس اللي انت فاكر ان هي معاك انت بتشتغلش حد مش معنى ان انت في دبي يبقى انت حاجة في ناس كتير اهو في دبي اي باكستاني في العالم في دبي اي باكستاني خلقه ربناهو في دبي اي نهاردة وبيطلع بقى انت فاهم بوشه اللي هو رشه لجسمه واحد لواحد ده يعني هو وشه كده جسمه كده اه وبيطلع حشر عربية صراته في فاكه ومقرب الكاميرا من وشه بتبقى انت عايز تطلع موبايل تديره بالدماغ اصلا ويقعد يكلمك انت ازاي هتعيش حياتك وازاي هتبقى بنياده وهو اصلا الداستة منه بشرب واحدة بص انا كنت عامل بص انا كنت عامل ازاي بص انا كنت عامل ازاي بص انا كنت عامل ازاي عارفين انا عملت ايه انا عارف انت بلغت الناس بتفيدي تتعاملت بلغة لانه نجاحت عشان هم عندوش حاجة تانية فانا اه النهاردة انا بلغت شوفت بقى قابلا بابلو كنت عامل وبلغ متاخر انا واثق انهو بلغ 16-17 سنة انا تعبان اوي والله العظيم اتعصبت ايه والله انا عظيم وعرف الشخصيات دي في العادي اما يترفض من شرطة لازم يكون فيه سبب غير العادي يعني يقولك مثلا انا اترفضت عشان خيقت مع ظابط معانا جدي يكلملي باور رينجر بس انا مش قادر خلاص انا ماليش اصلا في الميري طب روحت ليه روحت ليه والشخص ده في العادي بيبقى اترفض مثلا شوقة شبه البصلة او عشان عنده مثلا تلت خصية يعني بيبقى عنده حاجة عجيبة كده بس اه اتخيق انت مع ظابط هناك وماليش في الميري قوي طب انت رايح شرطة بتقدم شرطة متوقع انت هتطلع ايه يعني اه 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 اكسبرينس اه الشخص ده بيطلع يتكلم يقولك انا كنت مهندس وبيتكلم عن الناس اللي هو المهندس انت عايز تعيش مهندس وتموت مهندس لا هادلوقتي اراجوس يعني انت تتكلم في واحد يعني خلاص هادلوقتي مش عايز اي مهنة مش عايز اي حد يبقى مفيش دكتور مفيش مهندس مفيش زابط مفيش محاسب مفيش اي مهنة جليلة كلها دلوقتي لازم تعمل كونتنت ولازم تطلع في دبي اريان ده مهندس ايه وتبني ايه لا خليك اراجوس ايه كده بكرياتين الكرياتين اللي عامله انا عارف ان هو غالي بس هو شكله رخيص اوي عشان ركب عليه الوقت ده اي حاجة هيركابها هتحاول لفيرنا عشان هو عالف فيرنا وعارف الفيرنا اللي هن متعدلة ومتسقطة ومعمل لها حاجات دي بس فيرنا بس فيرنا قطع غيرك موجودة في حلو الجامعة تفهم لو فيه فانوس اجيبه من اولاد رجب يعني مش اغلب اه نصيحتي في الاخر ما تديش لحد اكبر من حجمه خصوصا استاذ ومحمد عبدالعاطي في الناس بتعليس حاجات غريبة قوي اه ايه في رأيك احسن عربية مستعملة اجيبها قصد انا مش عافل عملت ايه يوحي ان انا عارف احسن عربة المستعملة بس هو عموما السنتر انا محمد عبدالعاطي وده برنامج مع كامل احترامي